المبادرين وأصحاب المشاريع المتوسطة وصغيرة المبادرين وأصحاب المشاريع المتوسطة وصغيرة أنا هنا ما أتكلم عن التجار الكبار التجار الكبار ما أخذين حقهم وزيادة بالبلد حتى في أزمة كورونا السؤال الذي يمتنع عن الإجابة عليه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيما يتعلق بمناقصات الجهاز المركزي خلال الأزمة اللي ما مشى بسنوات مشى خلال الأزمة التجار الكبار مناقصاتهم ماشية يعني كورونا إقفال حظر حجر ما أخذ فلوسه أنا أتكلم عن المبادرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة الناس اللي أنت في قرارك وجهة نظري الغير مدروس بأنك أنت تمد الحظر لمدة خمس أشهر ما حصلت في كثير من الدول تسببت في خساير لهم شكلت لجنة التحفيز اقتصادي يوقف تاريخ واحد ثلاثين ثلاثة اجتمعت مع شخصيات كثيرة خلال مجلس الوزراء واستمعت إلى آراءهم لإنقاذ الاقتصاد اللي إحنا من أول الأزمة نقول لك يا رئيس مجلس الوزراء انتبه أنت أمام أزمة صحية نعم ولكن عادة الأزمات الصحية تقترن بتداعيات اقتصادية انتبه للملف الاقتصادي شوف كم مرة قعد تناشتك وطالبك انتبه 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 أوروبا وفرنسا قعد ضخ بالمليارات لأن في النهاية أنا اليوم عندي أزمة صحية نعم لكن أنا ما أضحي بالجسد كامل لإصابة الإيد انت ضحيت بالدولة كلها لأنه كان هناك قرار طبي أنا ماني طبيب وأحترم القرارات الطبية ويعلم تماما وزير الصحة شكتر أحترم قراراته لكن دورك رئيس مجلس الوزراء تدير الأزمة أنت وأنت أن تقوم بالتوافق بين القرارات عدم طغيان القرار على آخر هذا دورك كقاعد للأزمة أصحاب المشاريع والمبادرين وصلوا لي مجلس الأمة حذفوا مفاتيح محلاتهم ويت اللجنة التحفيز وبعسلين أبريل عطتك تقرير وخلصت لجنة التحفيز ويتلق قالت لك هذا التقرير الختامي وقالت لك موضحة بتاريخ أربع يونيو بأن التأخر في الاستحقاقات أو في الاستجابة السريعة للأوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات سيؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية كثيرة عليها مما قد ينتهي بإفلاسها من أربع يونيو يقولوا لك لجنة التحفيز لا تتأخر بالقرارات لا تتأخر بالقرارات الناس راح تفلس المشاريع المتوسطة والصغيرة والمبادرين راح يفلسون راح تسكر محلاتهم تدري متى استجبت اسبوع لطف تاريخ 15 تسعة عندما أرسلت مشروع القانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا موسيقى